سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج أملنا دائم إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية أهم ما جاء فيها الصحفة الوطنية صحفة الاثنين الثاني والعشرين من فيفريل الموافق لها الثالث عشر جمادة الأولى النهار في صفحتها الأولى لليوم وضعت ملف كامل عن الجرائم الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق الوطن والتي وصفت بالغريبة جرائم غريبة رحى ضحيتها العديد من الأشخاص وخاصة جرائم بين الأقرباء النهار قالت جزائريون يقتلون ويذبحون والمتهم الجن ارتكبوا جرائم مروعة قالت النهار رحى ضحيتها أطفال ونساء وشباب في مقتبل العمر والمستشار القانوني الأستاذ بوعيشة نوردين قال العدالة لا تؤمن بالسحر والشعوذة النهار قالت أيضا إلقاء الخطب بالفرنسية في مساجد فرنسا إلزامي هذا قرار اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية دليل بوبكر طلب الأئمة بتعلمها جيدا قبل طلب الاحتماد وقال حفظ القرآن وحده لا يكفي للإمامة بفرنسا وتعلم قوانينها ضروري خبر آخر في النهار قالت خرجوا الجامعات لتسيير أحياء عدل وتحصيل مستحقات الكراء ستسلم لهم مكاتب داخل الأحياء الجديدة للتكفل بمهمة متصرف و40 ألف مليار في مهاب الريح بسبب بنايات بدون رخص أصحابها خلفوا القانون 0815 وخلفوا أيضا شروط رخص البناء في مسألة ليبيا والتدخل العسكري الأمريكي وغارات التي ضربت سبراطا الجزائر تحتج على الغارات الأمريكية في ليبيا وأكدت أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية البنطاغون يؤكد لوجود لقتل جزائريين في عملية سبراطا الوزير الأول عبد الملك سلل قال الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيا والأمامر قال مكافحة داعش أيضا يجب أن تخضع للشرعية الدولية هذا جاء في جريدة البلاد الحرية عادت لنفس الموضوع وقالت الجزائر تنتقد الضربات الأمريكية على ليبيا دعت إلى أن تكون مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية المحرر قالت الأمامر يستقبل كاتب الدولة الأمريكي لشؤون السياسية توماس شانون ويؤكد أن محاربة الإرهاب في ليبيا ضرورية لكن في ذل احترام سيادة وأمن البلاد وفي خبر اقتصادي المحرر قالت أن فطورة وردات السيارات تنخفض بأكثر من 60% بلغت قيمتها 104 مليون دولار فقط وكانت حوالي 350 مليون دولار تراجع كبير في وردات السيارات في قيمتها الجزائر تعلن الطوارئ بسبب فيروس زيكا وزارة الصحة تدعو المؤسسات الصحية للتأهب لأي طارئ والولاد أيضا مطالبون بتقييم درجة الخطر على المستوى الوطني قالت جريدة المصار جريدة وقت الجزائر قالت خلافات حد بين بوزنات حموم وقريشي الفاف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم على فوهة بركان المساء في عنوان عنوانته بن فراد قالت مصادر موثوقة أكدت للمساء فتح ورشة قريبا لتعزيز إجراءات المصالحة الوطنية ومدير الكناز سيقاضي المؤسسات التي لا تصرح بعمالها ابتداء من أفريل عامان حبس و50 مليون غرمة لكل واحد ما يدكلاري عماله هكذا يعني ما يصيرهمش اللقاء قالت سوق السيارات بالجزائر ينهار عادت لنفس الموضوع فطورة الواردات تنخفض بأكثر من 60% اليوم الوطني للقصبة بالقاسم باباسي قال نطالب بفتح تحقيق في ترميم القصبة وقال نسبة الترميم لم تتجاوز 30% وقال تمت العديد من الاقتحامات غير شرعية لمنازل أفرية بالقصبة والجزائر قالت المدير العام للكناز صندوق الوطني الضمان للعمال الأجر قال أمامكم أقل من شهرين للتصريح بالعمال أو السجن هذه أهم عنوين الصحافة اليوم بداية بالنهار التي قامت فيها صفحة الأولى بعرض ملف كامل حول الجرائم الأخيرة التي عرفتها الجزائر جزائريون يقتلون ويذبحون والمتهم الجن النهار قالت أصبحت جرائم الكابوس المرعب حيث سجل خلال أيام فقط أكثر من عشرين قتيلا رحى ضحيتها أشخاص أبرياء أزهقت أرواحهم على يد أقرب المقربين منهم بطريقة أشبه بأفلام الخيال لتكشف تحقيقات الأمن والقضاء أن المتهمين يمسحون الموس قالت النهار في الجن والسحر وآخرون يتظاهرون بالجنون للإفلات من العقاب 40 ألف مليار في مهب الريح بسبب بنايات بدون رخص قالت النهار تكبدت الخزينة العمومية خسائر تجاوزت الثمانية والأربعين ألف مليار سنتيم خلال العشرين سنة المنصارمة وهذا بسبب البنايات التي تم تشهيدها بطريقة غير شرعية في مختلف مناطق الوطن أين خالف أصحاب هذه البنايات الشروط المنصوص عليها في رخص البناء المنوح لهم بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون 1508 المحدد لشروط كيفية البناء وتسوية الوضعية القانونية للبنايات مما أدى لإهمالها وتوقف إجراءات التسوية والأشغال بها وتم إحصاء أزيد من مليون بناية غير شرعية وغير قانونية توقفت بها الأشغال خرجوا الجامعات لتسيير أحياء عدل وتحصيل مستحقات الكراء علماء من مصادر رسمية قالت النهار من داخل مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة بأن الوزير عبد المجيد تبون قد أعطى تعليمات صارمة إلى مسؤولية الوكالة الوطنية لتحصيل السكن وتطويره عدل من أجل توظيف خرجي الجامعات برتبة متصرف ومنحهم اعتماد من أجل تسيير الأحياء السكنية الجديدة تابعة للوكالة في مكاتب تكون مدمجة في إحدى عمارات الحي السكني ليقوم بعدها المتصرفون بتوظيف شباب آخرين تسند إليهم مهمة حراسة وتأمين ونظافة الحي وصيانة المصاعد وكذا التكفل بمهمة تحصيل مستحقات الكراء من المستفيدين بصفة شهرية أشارت إلى أن هذا النوع من القرارات سيساهم في التقليص من حدة البطالة التي تعاني منها الجزائر إلقاء الخطب بالفرنسية في مساجد فرنسا الزامي أشار عميد مسجد باريس دليل بو بكر إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية قررت تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة معتمدة في كل المساجد وبناء على ذلك سيكون الأئمة الجزائريون ملزمين بتعلم اللغة الفرنسية واستعمالها في المساجد مؤكدا أن القرار ينطبق على الأئمة الجزائريين كغيرهم من الأئمة سواء من المغرب أو تركيا عن طريق اتفاقيات لوزارة الداخلية الفرنسية مع وزارات الشؤون الدينية للبلدان المعنية وأوضح عميد مسجد باريس أنه لا يكفي أن يقدم الأئمة أنفسهم لهذا المنصب دون أن يكونوا متحكمين في اللغة الفرنسية وأيضا أن يكونوا قد مروا على معاهدة تكوين خاصة جريدة وقت الجزائر قالت عجز بأكثر من 500 أستاذ في اللغة الفرنسية وقالت سجلت المؤسسات الطربوية على المستوى الوطني عجزا في أساتذة اللغة الفرنسية حيث يعاني القطاع من غياب أكثر من 500 أستاذ في هذه اللغة بسبب شغور مناصبهم إما لخروج الأساتذة في عطلة الأساتذة النساء في عطلة الأمومة أو عدم التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم بالإضافة إلى خروج البعض إلى التقاعد المسبق الأمر الذي جعل مدارأ المؤسسات الطربوية في جميع الأطوار في رحلة بحث عن أساتذة مستخلفين لهذه المنطة جريدة البلاد قالت الجزائر تحتاج على الغارات الأمريكية في ليبيا قالت البلاد تصدر الوضع الأمني في ليبيا في أعقاب الغارات الجوية التي نقفتها الولايات المتحدة على مواقع تنظيم داعش في مدينة سبراطا الليبية محادثات كاتبة دولة الأمريكية المساعد لشؤول السياسية توماس شانون مع المسؤولين الجزائريين وأظهرت الجزائر انزعاجها من الخيار العسكري في التعامل مع تعقيدات الأزمة الليبية ورفعت لدعم العملية السياسية الجارية في البلد وفيما يشبه الاحتجاج على الغارات الأمريكية أكدت الحكومة الجزائرية أن محاربة الإرهاب في ليبيا يجب أن تتم في إطار الشرعية الدولية وفي ذا الاحترام سيادة أمن واستقرار هذه الدولة جريدة المحور قالت وزارة النقل تقرر رفع تسعيرة النقل الجماعي بعشر بالمئة قالت المحور أوضح مدير النقل البري لدى وزارة النقل سالم صالحي أن المصالح المعنية بهذا القطاع قررت رفع تسعيرة النقل الخاص الجماعي بنسبة عشر بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وسيكون ذلك أدنى جهد سيمثله المواطن قصد اقتصاد الأعباء مع السائقين والعاملين في هذا المجال وسيتم الشروع في تطبيق تعليمة الوزارة الوصية بداية من هذا الأسبوع وأكد سالم صالحي أن الزيادات المقررة لم تؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط إلى جريدة الموعد اليوم وزارة الصحة تجند الولاد للتأهب من أجل مواجهة فيروس زكا دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قالت الموعد من خلال تعليمة وجهتها إلى الولاد ومختلف المؤسسات الصحية إلى التأهب لمواجهة أي طارق لفيروس زكا وحددت التعليم مع الطرق التنظيمية للتكفل بالحالات المشبوهة للفيروس بدءا من اكتشافه إلى غاية التكفل بعلاجه وذكرة بالإجراءات المتعلقة بتعزيز مكافحة الأمراض الفيروسية المتنقلة طبقا للتعليم القطاعية رقم 15 مؤرخة في 18 نوفمبر 2015 جريدة المساء قالت الكناس تشرع أفريل القادم في مقاضات غير المصرحين بالعمال قالت المساء أعلن المدير العام للصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء تجاني حسنها الدم عن مباشرة مصالح الصندوق فور انتهاء الأجال المحددة في 31 مارس الداخل في إجراء المتابعة القضائية ضد أرباب العمل المدينين والمتخلفين عن تسديد الاشتراكات والديون في إطار التدابير الاستثنائية والانتقالية صادرة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تسديد الاشتراكات والسماح لهم للتصريح بأجرائهم مع الإحفاء من زيادات وعقوبة التأخير في الصحافة النطقة بالفرنسية جريدة الإكسبريسيون الإكسبريسيون قبل الأسوار الإكسبريسيون قالت 97% من سفن النقل التي تستغل موانئ الجزائر أجنبية قالت الإكسبريسيون حقق سوق النقل البحري في الجزائر رقم أعمال قدرة بأربعة ملايير دولار وفي هذا الإطار تأسف مصطفى الناسي المستشار في وزارة النقل لكون أن 97% من سفن النقلة تستغل موانئ الجزائر هي أجنبية وكشف مصطفى الناسي أن 97% من النقل البحري في الجزائر تهيمن عليه الشركات الأجنبية وبالتالي تهيمن عليه الشركات الأجنبية وبالتالي قال فهي تتحصل على أكبر فوائد من الأربع ملايير دولار التي حققها القطاع في الجزائر موضحا أن الخدمات التي تقدمها وزارة النقل لا تتعدى الثلاثة بالمئة حاليا إلى جريدة لسوار دلجيري بانكيمون يزور الجزائر يوم السادس مارس قالت لسوار دلجيري سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بزيارة للجزائر تدوم ثلاث أيام من السابع إلى التاسع مارس القادم لبحث ملف النزاع بشأن الصحراء الغربية حيث سيكون وضع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي على يد النظام المغربي الذي حاول تأجيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وهذا لعدم تسليط الضوء على سياسته المنتهجة في خرقات حقوق الإنسان قالت لسوار دلجيري في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت إتمام إنجاز الطريق السيار شرق غرب الحلم الذي تحول إلى الصراء آخر ساعة قالت يظل الشطر الشرقي للطريق السيار شرق غرب العابر لولاية الطرف نحو الحدود الجزائرية التونسية النقطة السوداء والكبوس الذي نغى صحيات وزراء الأشغال العمومية الذين اتعاقبوا على الوزارة خلال هذه الفترة ومع انسحاب كوجال بالتخلي عن ورشاتها بشكل رسمي السنة الفريطة بدأ التفكير بجدية في البحث عن البديل في حالة فشل المفاوضات الجارية التي بدأت منذ سنة 2015 مع المجمع الياباني وكل المؤشرات الحالية تميل إلى منحة صفقة من جديد لمؤسسة وطنية على غرار مشروع جبل الوحش الذي هللت وزارة الأشغال العمومية كثيرا لاستلامه بعد حادثة الإنجراف الواصل قالت الأكواخ والبنايات القسديرية تحاصل بلدية بنفريحة الواصل قالت تنامت وبشكل رهيب ظاهرة البناءات القسديرية مؤخرا ومؤخرا وسكنات الصفيح ببلدية بنفريحة التابعة إدارية لدائرة قديل حيث عرفت البلدية توصع القسديريا بلغ أزيد من ألفين بناء فوضوية شيدت بطرق غير شرعية مشوهة لجمال المدينة نهيكة عن تضييق الخناق على طلبات السكان بالمنطقة التي تحولت إلى أكواخ وبناءات غير لائقة بالرغم من الترحيلات الأخيرة التي امتصت نوعيا عدد البنايات القسديرية بالمنطقة تصريح اليوم وتصريح وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة رمطان العمامرة قال استعرضنا بإسهاب الوضع في ليبيا وقال وإنه يتفق مع شانون بأن البلدين ملتزمان بضرورة الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية على أن تكون محاربة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وفي ذل احترام سيادة وأمن واستقرار هذا البلد رمطان العمامرة قال يجب انتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية بشأن كل الأزمات والنزاعات لسيما في منطقتنا وقال نأمل في التوصل قريبا في نقاشتنا مع المتعاملين معنا والمؤثرين في السوق العالمي المنفطة إلى أسعار مرضية للمنتجين والمستهلكين على حد سوء بتصريح نختم معرض الصحابة